إشارة تحذير واحدة من رئيس الشباك رونين بار كانت كافية لإشعال الساحة السياسية في إسرائيل وفتح باب تبادل الاتهامات وتقاضف المسئوليات وبأقصى العبارات بار الذي بعث برسالة إلى رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وعدد من الوزراء مستثنيا وزير الأمن القومي إتمار بن جفير دق نقوس الخطري من انتقال إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين التي تنفذها مجموعة تسمى فتية التلال في الضفة الغربية إلى عمليات ضد الإسرائيليين أنفسهم ولسيما أن هذه الاعتداءات أصبحت أكثر جرأة واتساعا في ظل الحكومة الحالية كلمات قاسية ومخلقة أشعلت تحذيرا استثنائيا من أرده رئيس الشاباك في رسالة بعث بها إلى وزراء الحكومة بشأن خطر واضح وفوري على أمن دولة إسرائيل كي لا يقول أحد منهم لم أعرف هذه الرسالة تتناول من يسمون فتية التلال برأيه العنوان ليس أن بار يحذر أو ينبه بل يصرخ ويصيح ويتوسل توقف قبل الكارثة بار الذي استند في رسالته إلى الانقسام السائدي وأجواء التحريد والكراهية في المجتمع الإسرائيلي على المستويات كافة والتي تجسدت في أحداث سدي تايمان والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين أرد بحسب خبراء التوجه مباشرة إلى الإسرائيليين لاعتقاده أن الحكومة الحالية لا تفعل شيئا مقابل هذا الإرهاب أفترض أن بار لا يعتقد أن متلقي هذه الرسالة سيفعلون شيئا مهما للوقوف في وجه الخطر الذي يحذر منه هو يريد أن تصل إلى الجمهور والقول له سادتي ثمت خطر دراماتيكي والحكومة لا تفعل شيئا وربما كما كتب تقدم غطاء لهذه الأمور سيأتي يوم وهؤلاء الناس الذين يقتلون اليوم فلسطينيين في الضفة سيطلقون النار علينا من هو قادر اليوم على فعل ما يفعله شبيبة التلال في الضفة سيكون غدا قادرا على فعل هذا بحق إسرائيليين ويهود تحذيرات رئيس الشباك ومن سبقه من سياسيين وخبراء ما هي برأي محللين سوى تذكير بسيط بالخطر الهائل الذي يواجهه الإسرائيليون في الداخل منال إسماعيل الميادين ترجمة نانسي قنقر